اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين انا التقيكم في حلقة جديدة برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي في كل دول العالم لنقول هكذا في كل دول العالم التي تدعي الديمقراطية ولديها اسس ديمقراطية اعطار ديمقراطية الشعب او حتى القوى التي ترشح نفسها للانتخابات حزبية وقوى يعني مهما كانت تسميتها عندما ترشح للانتخابات لابد ان يكون لديها برنامج لابد ان يكون لديها يعني تاريخ او نموذج تعتمد عليه في تبرير انتخابها في تسويق انتخابها في القول انها يعني هذا النموذج الذي قدمناه وسنقدم ما هو احسن في العراق طبعا كل هذه القوى التي يعني من عام 2003 لحد الان التي شاركت في ما يسمى بالعمليات الانتخابية في عام 2005 2010 2014 2018 وفي هذه اخر ما يسمى انتخابات مبكرة التي جرت في عشر عشر 2021 كل هذه القوى لم تطرح برنامجا يعني لا يوجد برنامج وطني معين لا توجد يعني نقاط معينة مفهومة ولا يوجد نموذج يمكن الاعتماد عليه تاريخيا يعني على الاقل منجزات تاريخية يمكن الاعتماد عليها وتسويقها لانها نموذج او دليل على امكانية ان يفعل هذا الحزب او هذه القوى شيئا للشعب وهذا ما ينطبق تماما على جماعة مقتض الصدر مقتض الصدر يتحدث عن الاصلاح لكن عندما يعني تسأل نفسك ماشي هذا الحديث عن الاصلاح طيب اين نموذج الاصلاح الذين يتحدثون عنه مقتض الصدر وجمعته يقولون وهواقع الحال يقولون منذ عام 2005 منذ اول انتخابات 2005 لاخر انتخابات 2018 وحتى انتخابات 10-10 هذه المبكرة 10-10-2021 التي جرت قبل ايام التيار الصدري ومقتض الصدر ومقتض الصدر يقول بلسانه يقول نحن كنا قبة الميزة يعني لم نكن نحن في هذه العملية لما تمت هذه العملية لم نكن في العملية السياسية ولم نكن في الانتخابات لما جرت الانتخابات ونحن من انتخبنا الحكومات هكذا يقول نحن ما سوقنا الحكومات نحن ما ساندنا وجود الحكومات لا حكومة تقوم إلا بموافقتنا طيب منذ عام على الأقل منذ عام 2005 منذ هذه الانتخابات يتحدثون عنها لغاية الآن ما الذي حصل في العراق هو نفسه مقتد الصدر يقول ماذا جنينا في العراق كذب وخراب ودمار وتفرقة وطائفية وحروب وضيع للتعليم وضيع للصحة وضيع لكل الخدمات ونهب الأموال هو يتحدث عن هذا فهذا واقع الحال لكن هم تعودوا هذه اللعبة لعبة الحديث عن السيئات الموجودة لأنه لا يستطيعون أن يخفوها فبالتالي يتحدثون عنها كما يتحدث الشعب وكانهم براء منها ليس لهم علاقة بها كأنهم لم يصنعوها طيب ما أنتم في عملية سياسية كلها فساد كلها خراب إن كنتم رافضيها فلماذا بقيتم فيها كنتم تدعون أنكم في داخلها لإصلاحها لم تستطيعوا إصلاحها لماذا بقيتم فيها من إلى 2005 و2010 و2014 و2018 ولغاية الآن أنتم جزء منها كانت لديكم موازلة وزارات كاملة عديد من الوزارات الخدمية ووزارات مهمة كانت لديكم وما زالت مناصد أمنية وعسكرية ومدنية في كل الاتجاهات ما الذي فعلتمون؟ يعني كانت لديكم وزارة الصحة وكانت لديكم الكهرباء وكانت لديكم وزارات كثيرة لا نريد أن أعدتها ومصالح كثيرة ومؤسسات كثيرة تديرونها ومسيطرين على الشارع ولم تفعلوا شيئا طيب وين النموذج الذي قدمتموه؟ ما هو نموذج الإصلاح؟ مدينة الثورة هذه بكلها خراب ودمار وعندما قيل لهم يعني هذه مدينة الثورة لم تصلحها قال إسرائيل تمنعنا خرجت واحدة من التيار الصدري بعقل كسيح ورؤية غريبة عجيبة تحاول أن تقنع الشعب بهذه التفاهات التي تحدثت بها وقالت إن إسرائيل تمنعنا مثل ما قال هذه العامري وهو يسوق نفسه أننا المحافظات لم نقدم لكم الخدمات لأنهم عرفوا نحن أبناء الحسين ومنعونا من تقديم الخدمات لكم أيها الشيعة يستعطف الشيعة ما عادت الشيعة تقتنع بكم الشيعة قبل أن يكونوا الشيعة هم أهل العراق هم من أبناء العراق هم يعانون هم شافوا الويلات هم أبناء هذا البلد يعني ماذا يفيدهم المذهب وأنتم تتاجرون بالمذهب وتتاجرون بالدين على حسابهم على حساب دماغهم وحساب مصالحهم وحساب أولادهم وحاضرهم ومستقبلهم وحياتهم فبالتالي رفضوكم الآن تحاولون تسويق الفكر الطائفي تحاولون تسويق أنه ربما مذهب معين منعكم ربما قوى دولية معينة أمريكا وإسرائيل ما أمريكا وإسرائيل هي التي جاءت بكم إلى الحكم يعني هل الناس ذاكرتها مثقوبة من جاء بكم إلى الحكم وكيف وصلتم إلى حكم العراق في عام 2003 ألم تأتي بكم أمريكا ألم تصمم لكم العملية السياسية والدستور والعملية السياسية والانتخابات والمحاصصات بهذه الطريقة التي تستقتلون من أجلها وحمتكم ورعتكم وما زالت تحميكم وما زالت دوليا تقف معكم وأقليميا وفي كل الأوقات هذه الكذبة والفرية لا أحد يصدقها وبالتالي لا يمكن القبول بها وعودة أخرى يعني الآن قوى دولية وقوى إقليمية تحاول تسويق الصدر على أنه الخيار المناسب لكم أيها العراق أيها يعني لكم كلكم أي أهل العراق هذا الخيار المناسب لكم لأنه يعني هناك فكرة للإصلاح هناك حديث عن الإصلاح بالأحاديث كانوا يتحدثون منذ عام 2003 إلى حد الآن بوعود وكذلك وهم جزء من هذه العملية جزء من هذا الخراب واتهموا بالطائفية واتهموا بالخراب ودمار و2006 لا أحد ينساها و2007 لا أحد ينساها وما فعلته قواهم وميليشياتهم في الشارع هذا واضح والآن يهددون الناس بطريقة واضحة يعني يذكرون يعني مقتد الصدر مهووس في أن يكون رقم واحد في كل مكان يعني مثل الهوس اللي كان لويس الرابع عشر الملك فرنسي لويس الرابع عشر يعني كان أيضا يتحدث عن يعني أنا أنا الدولة والدولة أنا نفس القضية الآن مقتد الصدر يتحدث بنفس الطريقة يعني أنا الإصلاح وأنا سيد الإصلاح وأنا العراق وأنا سيد العراق بهذه الطريقة وجماعتها يتحدثون بهذه الطريقة يعني الحقيقة جماعة الصدر شغلة منعصة كثيرة آخرها في عام 2021 لقد غلقت الانتخابات يعني ميزانية موازنة حجمها أكثر من يعني تقرب من مئة مليار دولار ماذا فعلوا بها ماذا حققوا كثبة كبيرة ما هو النموذج الذي يقدموه للعراقيين شنو النموذج الذي يقدموه شنو الإصلاح الذي يقدموه وبالتالي هذه كذبة كذبة أنه التيار الصدري هو مصلح وهو يعني أملكم وهو خياركم المناسب بهذه الفترة هذه كذبة كبيرة والتيار الصدري بعيد عن إيران وليس له علاقة بإيران ويريدها لا شرقي ولا غربي هذه كذبة أيضا تبعية واضحة ولا يقبلون بها وبالتالي إيران هي من يتحكم بالجميع وهذه الميليشيات كيف كانت تتحرك على الساحة وكيف كانت تحكم هناك اختلافات معينة بالمكاسب بالرؤى بطريقة التصرف نعم موجودة هذه لكن بالإطار العام اتفاق تام ولا يمكن الخروج عن الإطار العام فبالتالي كل القوى قوة العملية السياسية متشابهة والتيار الصدري لا يختلف عن كل القوى التي شاركت وتشارك في العملية السياسية وهو جزء من خراب العراق جزء من كل هذه الكارثة لا أحد يقول غير ذلك الآن يعني يدعون الإصلاح يدعون الحكمة هذه قضية أخرى حصلوا على مقاعد يريدون أن ينظم بالحكومة هذه قضية أخرى وسيكون الحال مثل السابق لا يختلف عنه والأيام ستثبت ما نقوله الوضع من سيء إلى أسوأ والعراق ما أظن إلى الخراب ما دامت العملية السياسية قائمة وما دامت كل هذه القوى التي جاءت معها والتي تدعمها باقي على الساحة هذا واقع الحال أشكركم يصغيركم لمتابعتكم ألتقيكم في حلقتين أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة